لا تنسوا الشحن من متجر ذاكس وكي لأنه سوى عروض وتخفيضات استثنائية سواء لشحن لعبة كود موبايل فيما يخص السي بي رابط المتجر أخليه لكم في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المتبت إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعي قناة أندروي الثامنية عشر أتمنى عليكم منذ بداية المقطع مشاركته لأنه في موضوع وكلام بصراحة دايقني شوي باللعبة بخصوص بهذا الموسم وبهذا السيزن بالضبط لأنه توفر معنا بهذا السيزن فحبيت أعطيكم مشارك معكم رأيي على وجه الخصوص لأنه كانت فكرة نوعا ما قبل بداية هذا الموسم لكن اليوم معلش راح تكون يعني كل شي راح يكون بالتوضيح في هذا المقطع أوكي أكيد بما أننا نتكلم عن شخصية جوس هي الموجودة على لوبي الحين فأتمنى أنكم يعني شاهدتم الصوت أو الملفات الصوتية اللي تم إضافتها من الشركة بآخر فترة أي بمعنى في هذا الموسم الجديد والله ممكن في ناس يعني ما عندها فكرة عن صوت الشخصية كيف كانت وممكن ناس عندها فكرة والله ممكن في ناس ما تهتم بالأساس لكن هذا الشخصية ده قيمة بالغة في كل سلاسل كود فلهذا ضروري أن تكون لها مميزات أكتر فبصراحة إذا تتكون حتى لما نزلت معنا الشخصية بصيغة الليجندري يعني أول شخصية لغوست بصيغة الليجندري ما كان فيه أي صوت أي ملف صوتي لديك الشخصية على العكس أنه في السابق كان موجود وعادي ما فيه أي مشكل وطبعا فيه أشخاص هم اللي أدون هذا الصوتيات ويتكون لعنهم معقد شاركة مع شركة اكتيفيجون من أجل تأديث الأصوات اللعبين الموجودين في هذا اللعب على سبيل المثال شخصية غوست كان الشخص اللي مأدي هذا الصوتيات اللي تخص هذا الشخصية هو جيف ليرش وهذه الصورة بالضبط اللي تخصه يا شباب كان مأدي كل صوتيات هذا الشخصية ما رح أعطيكم أي شي بعد نهاية المقطع وبعد الاستعراض الكامل رح نتكلم الحين بعد الموسم الجديد يعني وبعدها لما صار ذاك المشكلة وفصلوا عقد الشاركة معه تم أيضا تحديد هذا الصوت مع عقد شاركة آخر تاني مع شخصية بريطانية أيضا أو هو ممثل ومنتج أيضا وكاتب سيناريو واسم هذا الممثل هو Greek Firebrush هذا هو الاسم اللي يخصه هو زي ما خبرتكم يعني كان عنده أعمال أخرى في ألعاب أخرى ولكن اللي يهمنا هو فيما يخص شخصية Ghost والملف الصوتي الذي تم إضافته من هذا الشخصية ومن هذا الممثل فالحين رح ناخد مقارنة بسيطة بين الشخصيتين وبين الصوت الأول والصوت الثاني أي بمعنى الصوت القديم والصوت الجديد الصوت القديم رح نخليه نمثل في شخصية Ghost Plasma والصوت الجديد رح يكون معنا أيضا في شخصية Ghost الجديدة اللي نزلت معنا في هذا الموسم فرح نتركه مع الاستعراض يا شاب بعد نهاية استعراض الصوتيات رح نستكمل ونعطي تقييمنا النهائي وانتم معطونا تقييم ديز الشريط الصوتي يل من الاستعراض صعيح شكرا شكرا احتيت المكوك 대박 لن ان ليب الأغفل سيكون عم بصه أحتيت من مؤشر Get in the room اقو없이 اقولى لا تبحث شكرا. نว &ünk لدي gadget. ولستischer لذيوز لقناة للقناة. ولستعفز إلى الزناء الآن! عمل ايييوات! بقدي mi! 遠 آ Lilian! دعم؟ تنترجم قمر!! اريد ass رجيل! انت. انت، شكرا. اشياء. بص وحده أجاب Will voters? ترجمة نانسي قبل أنا رب إستمتعتوا بصوتيات يا شباب الآن سوف نقضي تقييم وأتمنى أن الجواب عندكم قبل ما أعطيكم الجواب النهائي أيضا أو اختياري الشخصي والنهائي فيما يخص ما هو أفضل صوت للشخصيتين اللي شاهدناهم الحين هل الصوت القديم أم الصوت الجديد وبدون عاطفة شباب بدون حياز والله بأمانة الصوت القديم اللي كان يخص شخصية جيف ليش كان أفضل بكثير بكثير من صوتيات الشخصية اللي توفرت معنا الحين لكن لكن يعني بصوت أحسن من بلاش هذا هو يعني اللي يشفع للعبة أما غيره فتوقع أنه الصوت مش أتوقع أنا متأكد من وجهة نظري من وجهة نظري ورأيي المتواضع يا شاب أنه الصوت اللي كان معنا بالسابق أحسن بكثير من الصوت اللي توفر معنا وبآخر فترة اللي رح يصير يعني حتى بقادم المواسم إذا توفرت معنا هذا الشخصية فهذا هو الصوت اللي رح يصير معها أيضا يعني حتى النقطة اللي يعني الشركة سحبت شركتها فيما يخص أو عقد الشركة يعني فصلت ذاك العقد مع شخصية جيف ليش اللي كان أيضا ممثل لصوتيات جوست سابقا كان أفخم بصراحة يعني هو السبب يعني بدي جدا بسبب فتاة على البد المباشر كلام بدي شوي بينه بين ديك الفتاة فخلاص يعني توصل توصلت الشركة على أنه تفصل عقد الشراكة معه وأنا أتوقع أنها كانت كان غلطة كبير كان غلطة كبير من الشركة أنها تهتم بأمور زي هذا ولو أنه يعني ممكن صارت مرة واحدة يعني ما صارت كثير ولو أنه لو الشخص هذا تكرر السيناريو معه كثير مرات فمعليش آدي حتى لو تسحب منه عقد الشراكة ليش لأنه يمثل أيضا تقريبا هو صورة أيضا عن شركة أكتيفيجن وممثل لها تقريبا بما أنه يشتغل معها وغيره لكن للشركة قرار آخر فهذا اللي حبيت أشاركه معكم في المقطع اليوم أيضا أعطونا تقييمكم أنتم ما هو الصوت اللي كان أفضل الصوت القديم أم الصوت الجديد ولا تبخلوا علي بلايكاتكم مشاركة المقطع خلوا كل الناس أيضا تعرف من هي الشخصيات لمؤدية الصوتيات سواء في القديم في السابق أم في الوقت الراهن وبس شباب كان هذا كل ما لدي في حلقة اليوم لا تبخلوا علي بلايكاتكم مشاركة المقطع نلتقي في الشرحة والحلقة القادمة بحول الله لايك للمقطع صدقوني أن المونتاج غيرت عدد فيه شوي بخصوص المقارنة فلا تبخلوا علي بلايكاتكم مشاركة المقطع يلا سلام نلتقي في الحلقة القادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر قفشـــــ شكرا